تتواصل المعارك في عدة محاور بقطاع غزة ويواصل جيش الاحتلال هجماته البرية والجوية على مناطق متفرقة في القطاع من جانبها تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية وإلحاق الخسائر المادية والبشرية في صفوفها وفي جنوب قطاع غزة تتركز المعارك إذ قصفت غارات إسرائيلية مكثفة أحياء غرب مدينة رفح وتعرضت المنطقة لقصف مدفعي مكثف كما أطلقت ذوارك الاحتلال نيرانا مكثفة غرب المدينة ومن جهتها استهدفت كتائب القسام دبابتين من نوع مركافة أربعة بقذيفتين ياسين 105 في مخيم الشابورة واحتدمت وتيرة المعارك في المخيم بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وتعرضت منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غربية رفح لقصف إسرائيلي من الجو والبر والبحر فيما تقدمت آليات الاحتلال نحو دوار العلم غرب المدينة تحت غطاء ناري مكثف فيما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار بكثافة شمال المحافظة الوسطى وتحديدا شمال مخيم النصيرات وفي الأطراف الشرقية من مخيمي المغازي والبرج واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدة المغراقة في وادي غزة وإلى محور نتساريم جنوب مدينة غزة حيث تتمركز قوات الاحتلال وكثفت المقاومة الفلسطينية عملياتها وأعلنت استهداف مقر لقيادة قوات الاحتلال برشقة صاروخية من نوع 107 كما استهدفت سرايا القدس مركزا للقيادة والسيطرة تابعا للاحتلال على خط الإمداد للمحور كما استهدفت طائرة مسيرة شارع الرشيد بصاروخ في المنطقة الميناء غربية مدينة غزة واستهدفت قوات الاحتلال شرق جبالي الشمال القطاع وكذلك استهدفت بقصف جوي بيت حانون وخلفت شهداء وجرحة